نشوف الشائعات بقى تبقى للقطاع طب العملنا المقارنوها بقى 2019 و2020 وده اللي أنا كنت أقول لحضراتك من شوية لو شفت حضراتك في 2019 هتلاقي أن الاقتصاد كان هو القطاع الأول اللي استحوز على النصيب الأكبر من الشائعات زي ما حضراتك شايف كده اللون الأصفر ده هو 2020 واللون الأزرق ده هو 2019 هتلاقي حضراتك أن الاقتصاد كان 27% في 2019 لأن احنا كنا مستهدفين في 2019 و 2018 أو طول الوقت احنا مستهدفين في موضوع الاقتصاد ولولا الجائحة ما كانتش الصحة تعد على موضوع الاقتصاد لأنه هو طول الوقت مركز جدا مع المصريين في موضوع الاقتصاد ولغمة العيش وحالة الفقر والبطالة بالظبط كده كانت ملعوبة جامد جدا بالظبط فكان الاقتصاد هو الأهم إنما شوف حضرتك الصحة ساشير دي من 18.5 إلى 24.5 دي محققة زيادة 30% تقريبا احنا بنتكلم في قفزة في الشائعات اللي متعلقة بالصحة 30% تقريبا لا أنا مستغرب له جدا جدا أن أنا عندي قفزة رهيبة في قطاع الزراعة صحيح من 2019 قطاع الزراعة تقريبا ما كانش في أي شيء كان موجود بس نسبته كانت صغيرة فكان موجود في أخرى ما كانش نسبته ورح لا لا هو موجود بس حاجة اللي هو مش مسجلة يعني تقريبا يعني أقل من 1% بالظبط وفجأة يقفز إلى 9% أو 10% في 2020 صح برضو متعلق تاني بالوضع الاقتصادي وبالجائحة ونقدر نوفر أكلنا هل فيه أكل هل فيه قدروات هل لا ما فيش هل فيه مشاكل لا ما فيش طول الوقت اللي نزراعه أيضا تحملت جزء كبير وعبء كبير جدا في تأمين الحاجات الأساسية لهذا المجتمع ونشوف حضرك التعليم تقريبا في نفس النسب وإن كانت زيادة أيضا في 2020 المؤشر الجاي مؤشر مهم جدا بالنسبة لي وهو نسبة انتشار الشائعة تبقى للشهور صحيح ده هيأكد كلامنا دلوقتي بالظبط كده وتالي لو بنسأل السادة المشاهدين على توقعهم للموضوع ربما نقدر نتوقع كلنا فين البيك أو فين النقطة الأعلى لموضوع الشائعات هو المسألة باينة جدا 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 صحيح بصوا احنا دخلنا يناير بالنسبة من الخفض للغاية بصوا انا انا ياريت نحط بالظبط كده بصوا احنا دخلنا يناير بستة خمسة ونص ستة ونص وفجأة لما بدأت الكورونا الكورونا من آخر مارس ستة ونص نطينا في أبريل بقين 11 ونص وبعدين عشرة ونص في مايو وتسعة وسبعة من عشرة وسبعة وستة من عشرة مع الحصار الجايحة ده كله ده كل ده وبعدين بدأ يحصل انخفاض صحيح ثم عادت مرة اخرى بعد اذن حضراتكم خدوا بالكم مع العودة بتاعة الموجة التانية بدأت تعلى مرة اخرى بالظبط كده بالظبط ليه تاني مستهد في انه في حالة خوف موجودة في المجتمع فيقدر يبث كل الشائعات على كل المجالات اللي موجودة مستغلا حالة القلق اللي هي مش بس كانت في مصر كانت في كل دول العالم